اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كلام في العظام ومعكم الدكتور بركاته الألفي أستاذ مساعد جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنصورة واستشاري إطارة العظام وعلاج التشوهات في الحلقات السابقة تحدثنا عن العيوب الخلقية للقدمين وتحدثنا بالتفصيل عن القدم المخلبية ومشاكلها وكيفية علاجها والطرق المختلفة المستخدمة في هذا اليوم إن شاء الله سنتحدث عن التشوهات المكتسبة في القدمين يعني بعض التشوهات اللي هي بتحصل في القدمين والطفل ما بيتولدش بيها يعني التشوهات الخلقية دي بالطفل بيتولد وفيه تشوهات موجودة في القدمين إنما التشوهات المكتسبة الطفل بيتولد طبيعي جدا ويعيش حياته بعد كده يتعرض أثناء حياته لحادث معين أو مشكلة معينة ينتج عنها تشوهات في القدمين والتشوهات المكتسبة لها أسباب كثيرة أكترها هي الإيه؟ هي الإصابات إن الإنسان يتعرض لإصابة معينة حادث يؤدي إلى كسر في أعظام القدمين أو يؤدي إلى تمزق في ربطة القدمين فيؤدي بعد ذلك إلى تشوهات معينة في القدمين كذلك من أسباب التشوهات المكتسبة أيضا الالتهابات إن يحصل فيه التهاب نكروزي أو التهاب صديدي في أحد مفاصل القدمين سواء مفاصل الكاحل أو المفاصل تحت الكاحل أو بعض المفاصل الصغيرة في القدم وهذه الالتهابات ممكن تؤدي إلى تآكل الغضريف أو أحيانا إلى تآكل العظام وأيضا ينتج عنها تشوهات مختلفة للقدمين أيضا التشوهات المكتسبة ممكن تنتج عن بعض المشاكل اللي هي لها علاقة بالكلسم وبيتامين دالوي الأشياء اللي هي بتدخل في تكوين العظام هذه الأشياء لو قلت في مرحلة معينة من مراحل نمو الإنسان ممكن تؤدي إلى تشوهات إلى خلل في المفاصل أو إلى ليونة في العظام وتؤدي إلى تشوهات في القدمين هذه التشوهات المكتسبة في بعض الأوقات بتبقى تشوهات بسيطة يمكن علاجها بوسطة جبس أو جبائر وفي بعض الأوقات بتبقى تشوهات شديدة جدا ويممكن أن يصعب علاجها بالطرق التقليدية وقد تحتاج إلى تدخلات جراحية سواء كانت تدخلات عادية أو تدخلات شديدة من خلال أجهزة المسبتات الخارجية وإحنا معنا بعض الصور أو بعض الأمثلة لبعض الحالات اللي هي فيها تشوهات مكتسبة هنحاول نعرضها ونعرض إزاي تم التعامل معها وتم حلها فلو الأخوة في الكنترول ينزلون بعض الصور أو الصورة اللي موجودة عندنا أه ماشا على ما نحضرها يبقى زي ما قلنا أن التشوهات المكتسبة دهية بتنتج إما عن طريق إصابات أو حوادث بتتعرض لها الإنسان فتؤدي إلى مشاكل في عظام القدم أو في مفاصل القدم وتؤدي إلى انحرافات معينة أو تؤدي إلى فقدان أجزاء من القدم نتيجة هذا الحادث أو نتيجة تأثر فيه الدورة الدموية للقدم أو نتيجة التهابات صددية أو بالتهابات ميكروبية تؤثر على مفاصل القدم أو تؤثر على عظام القدم وبالتبعية ينتج عنها في النهاية تشوهات سواء في العظام أو تشوهات في المفاصل وذي بيكون طبعا تأثيرها أكتر في الأطفال لأن في الأطفال بتكون العظام الظروفية بيبقى الطفل عرض أكتر لإن يحصل له التهابات أو يحصل له صديد فبيكون هذه الالتهابات الصددية ممكن تؤثر بصورة كبيرة جدا على قدم الطفل بالذات وتؤدي إلى تشوهات ده أحد الأمثلة لتشوه حصل ده طفل عنده حوالي أربع سنين أو خمس سنين ده تعرض لحادث أدى إلى كسر في أسفل عظام الساق وكسر أيضا في عظام القدمين وتدمع علاجه بعمليات مختلفة يعني تعمله لا نرجع بس للصور اللي هي اللي في الأول تم علاجه بيتعمله جراحات مختلفة لأن كان فيه معاه نقص في العظم وكان فيه مشاكل فيه الأنسجة يعني كان فيه فقدان لجزء من الجلد وتعمله عمليات تجميل وعمليات جراحية لعلاج العظام ولكن في النهاية حصل فيه تشوه في قدم هذا الطفل لو بصينا للصورة العليمين هنلاقي القدم منحرف إلى الداخل ومائل للداخل ومنحرف إلى الداخل ولو بصينا للصورة الثانية اللي هو الصورة اللي هي جايبة القدم من الخلف فهنلاقي فيه إن الكعب مرفوع عن الأرض والكعب برضو منحرف أو ملتف شوية إلى الداخل لو قرن النهاب بالنحية الثانية الشمال اللي هي الناحية السليم فهنا فيه تشوه شديد في القدم وفيه كمان قصر يعني الطفل ده كمان فيه عنده قصر في الساق اللي هي اليمين بالمقارنة للساق اليسار بحوالي 3 أو 4 سنط فدي مشكلة معقدة جدا عملية أن يكون فيه قصر ويكون فيه حراف في القدم ويكون فيه الكعب مرفوع بالطريقة دهية فدي بتبقى مشكلة معقدة طبعا تعمله عمليات قبل كده ما كانش النتيجة مرضية في هذه العمليات فالطفل ده هوت قدرنا أن احنا نعالجه بعملية المثبت الخارجي فعن طريق المثبت الخارجي قدرنا أن احنا نصلح الانحراف اللي موجود فيه القدم وأن احنا نعمل عملية تطويل كمان للايه عملية تطويل للساق لو جبنا الصورة اللي بعد كده نجيب الصورة اللي بعد كده طيب على ما الصورة تظهر اللي هي أثناء العلاج هنلاقي طبعا ركبنا الجهاز اللي هو المثبت الخارجي اللي هو جهاز الظروف وبواسط هذا الجهاز تم طيب تم عملية إصلاح للقدم بالتدريج عشان ياخد شكله الطبيعي وتم أيضا عملية تطويل في الايه تطويل في الساق فدي بواسطة المثبت الخارجي بنقدر نحل كل المشاكل اللي هي الايه اللي موجودة في الحالة اللي معانا اللي هي عملية قصر الساق وعملية انحراف القدم وعملية ارتفاع الكعب عن الارض وفي النهاية بنلاقي هنلاقي ان شاء الله هنلاقي القدم اتحسن بصورة كبيرة جدا الطول اتحسن وبدأت الحركة بتاع الطفل ده هو تتحسن بصورة كبيرة جدا فدي أحد أمثلة للتشوهات المكتسبة اللي بنشوفها دي الصورة اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي صورة القدم أو الساق وهو متركب داخل الجهاز اللي هو المثبت الخريج وبصة القطبان اللي هي موجودة عندنا ده هي بنقدر نحنا نطول بعض القطبان ونأثر التانية بحيث ان احنا نصلح وضع القدم بالتدريج عشان يوصل للحالة اللي هي الحالة المستقيم لو جبنا الصورة اللي بعد كده هنشوف بقى ايه شكل القدم ده شكل القدم بعد عملية الايه بعد عملية الاصلاح القدم اللي هو اليمين خلاص تم عملية الايه اصلاح القدم بصورة كبيرة جدا تم عملية تطويل الساق عشان يبقى مساوي للساق التاني وبالتالي ده بيحسن حركة الطفل ده هوت بصورة كبيرة جدا والحمد لله تم علاج هذه الحالة دي كان مثال لحالات اللي هي القدم أو التشوهات المكتسبة اللي هي بتحصل نتيجة الايه نتيجة الحوادث هنكمل المعلومة ولكن كان في معانا بعض الاسئلة من الحلقة السابقة هنجاوب عليها ونرجع لموضوع الحلقة بتاعتنا نعرض ايضا بعض الحالات اللي هي فيها تشوهات مكتسبة ونشوف ازاي تم التعامل معاه من الحلقة السابقة كان معانا المتصل كان الأستاذ رمضان كان بقول ان هو كان عنده شلل نصفي نتيجة طال قناري في الطرفين السفليين وشلل نصفي في الطرفين السفليين وما بيش حركة طبعا في الطرفين السفليين وبيشتكي من فترة قريبة من ألم في أسفل الفقرات القطنية فبنقول ان الألم في أسفل الفقرات القطنية في حالة مشابهة للاستاذ رمضان ده ممكن يكون نتيجة شد في العضلات أو يكون مشكلة في الأربطة بتاعت العمود الفقر أو يكون فيه مشكلة في الفقرات فده بنستعين ببعض العلاجات البسيطة اللي هي المسكنات وحاجات عشان الالتهابات ولو ما فيش راحة لازم نعمل أشعة على أسفل الفقرات القطنية عشان نتطمن ان الفقرات سليمة ما فيش فيها الاتهابات ما فيش فقرة متحركة من مكانها أو مفيش حتى ظروف ضغط على العصب وهو سبب في هذه الألام فهو محتاج بعض العلاجات اللي هي العادية وبعض اللي هي ممكن يستعين به العلاج الطبيعي لتقوية عضلات الظهر ويعلاج الألام اللي هي بتنتم في أسفل الفقرات القطنية وممكن نلجأ للأشعة العادية عشان نشوف وضع الفقرات بتاعة أسفل الظهر وهل فيها التهابات أو في فقرات متحركة من مكانها وقد نحتاج إلى رانين مغناطيسي عشان نتطمن على وضع الغضاريف وعلى أساس نتيجة أو حسب نتيجة هذه الأشعات بيكون طبعا التدخل أو العلاج بعد كده كان معنا الأستاذ عماد من المينيا بيقول أنه كان عنده 36 سنة وبيشتكي من ألم شديد في ركبته من حوالي شهرين وقال أنه عمل أشعات عادية وأشعات رانين مغناطيسي والأشعات ده هي تأثبتت أنه فيه عنده قرحة في الرقبة قرحة الرقبة معناها أنه يبقى فيه تآكل فيه الغضاريف اللي هي بتغلف العظام داخل الرقبة الغضاريف دي بتبقى غضاريف لينة نعمة جدا وظفتها أنه تلين الحركة والإنسان يقدر يحرك رقبته بدون ألم ممكن جزء من هذه الغضاريف يتآكل ويبقى الغضاريف بتاعته تسقط من مكانها فهنا يحصل بقى ما نسميه قرحة داخل الرقبة يعني قرحة الرقبة هي فقدان لجزء من الغضاريف الليينة اللي هي بتغلف الرقبة من الداخل طبعاً الغضاريف الليينة بتحسن الحركة أو بتؤدي الحركة بدون ألم لما الغضاريف ده هي تتآكل أو تزول من مكانها بيبقى فيه احتكاك ما بين العظم وبعضه ويدينا إلام شديدة مع الحركة وممكن تعمل التهابات في الرقبة وتؤدي إلى تورمات في الرقبة تظهر وتختفي حسب الحالة وطبعاً الجزء من الغضروف اللي هو تآكل أو سقط من مكانه دهوت برضو ممكن يتحرك في الرقبة ويبقى بمثابة جسم غريب في الرقبة ممكن يدخل ما بين العظم وبعض ويعمل لنا احتكاكات وألام فقرحة الرقبة من الأشياء اللي هي بتؤدي إلى ألام شديدة في الرقبة ممكن تؤدي إلى ارتشاح أو التهابات شديدة في الرقبة ولازم التعامل معها عشان المريض يتخلص من هذه الألام التعامل مع قرحة الرقبة بيتوقف بالأساس على سبب هذه القرحة وحجم القرحة ده يعني لو السبب خشونة بناكد علاجات الخشونة والعلاجات اللي هي ممكن تنمي الغضروف ممكن نلجأ لبعض الحقن اللي هي المفصلية اللي هي بتحسن نمو الغضروف لو القرحة دي حجمها صغير ممكن بعض الأدوية اللي هي بتنمي الغضروف ممكن تغنينا في علاج القرحة إنما لو القرحة حجمها كبير يبقى لازم إن احنا نتعامل معها والتعامل معها بيكون في عدة صور منها إن احنا ممكن نعمل عملية بس كحت وتنظيف لهذه القرحة لو هي صغيرة عملية الكحت والتنظيف ده هي عملية نعمل بعض الإخرام في العضم اللي هو تحت الغضروف عشان يبدأ يطلع بعض الدم لمنطقة الكرحة والدم ده هو تيبدأ الخلال اللي فيه تبدأ تشارك في بناء الغضروف مرة تانية عشان تكسي الجزء اللي هو فقد من هذه الغضروف الحاجة التانية لو الكرحة دي أكبر شوية ممكن نستعين نحن ناخد بعض الغضروف من الأماكن اللي هي غير حساسة في الرجبة يعني الرجبة فيها أماكن مهمة اللي هي أماكن التحميل دي مهم جداً الغضروف فيها تكون سليمة وفيه أماكن في الرجبة التحميل عليها ضعيف جداً فبناخد جزء من الغضروف اللي موجودة في الأماكن اللي هي التحميل فيها ضعيف ونزرعها في الجزء اللي هو حصل فيه الكرحة في مكان التحميل القوي فالغضروف اللي خدناه من المكان اللي هو ما فيش عليه تحميل وحطناه في الجزء اللي هو فيه الكرحة بتلتائم مع الغضروف المجورة وممكن هي تقضي على قرحة الرجبة دهية تماماً ودي طبعا أحيانا ممكن تتم عن طريق منظار أو عن طريق فتح جراحي كبير يعني نجب نفتح الرجبة وناخد بعض الغضريف بآلات معينة ونقدر الأول نحدد الكرحة ده هي تحجمها قد إيه بعد ما نعمل لها تنظيف وعملية تريمينج أن نشيل الأطراف اللي هي الزايدة من الغضريف اللي حوالين الكرحة دي ونحدد حجمها بالضبط وبعد كده نيجي على الأماكن اللي هي ما فيش فيها تحميل وناخد جزء مساوي في الحجم بالضبط ليه هذا الجزء اللي فيه الكرحة ونزرعه فيه وممكن يتسبت ببعض الأشياء عشان يلتأم في مكانه وتلتأم الغضريف وتقضي على موضوع الكرحة دي أحد الحلول الحل اللي بعد كده أنه ممكن أنه نعمل عملية زرع خلايا يعني ممكن ناخد بعض الخلايا اللي هي بتكون الغضريف بتتاخد من نفس الرجبة برضه من نفس المريض وناخد الخلايا دهية تتفصل في المعمل بطريقة معينة وتتزرع على كالشر أو على ميديا معينة وسط معين تتزرع عليها الخلايا دهية بحيث أن احنا نقطر عدد الخلايا بدل ما هي مثلا 20 خلية أو 100 خلية لا يبقوا 1000 خلية أو يبقوا 100 ألف خلية أو مليون خلية عشان نقطر عدد الخلايا في المزرعة دهية وبعد كده ناخد الخلايا اللي هي تم زرعها دهية وتتحط تاني في المكان اللي فيه القرحة هذه الخلايا اللي هي الغضروفية وظيفتها النية تكون غضريف فبالتالي أما تتحط فيه المكان اللي فيه القرحة هتبدأ تكون غضريف وتبدأ القرحة تلتأم بالتدريج ودي تعتبر من أحسن الطرق اللي هي بتساعد في علاج قرح الرجبة ودي بتناسب حتى القرحة الكبيرة يعني حتى القرحة اللي هي بتبقى كبيرة ويصعب علاجها بالطرقتين الأوليين ده ممكن يتم علاجها بوسطة عملية زرع الخلايا اللي هي الخلايا الغضروفية بتتاخد من رجبة المريض تتزرع في وسط معين لحد ما عددها يزيد بصورة كبيرة جدا وبعد كده تتاخد تاني وتتحط فيه المكان اللي فيه القرحة دي طبعا بتحتاج تقنية عالية لازم معمل متخصص في هذه الزراعة الخلايا ومجهز بأجهزة معينة ولازم طبعا عبها أن المريض بتعرض لعمليتين أول حاجة أنه لازم يتاخد منه جزء من الخلايا الغضروفية دي عشان تتزرع والمرة التانية اللي هي العملية النهائية اللي هي عملية إعادة وضع الخلايا في مكان القرحة ولكن يعني هي دي الحاجة الأحدث في علاج قرح الرجبة ونتائجها إلى حد كبير جيد طبعا فيه كمان بقى الحاجات التانية لسه جاية في المستقبل اللي هي الخلايا الجزعية بقى اللي هي الاستمسل دي ممكن تتزرع على مزرع معاناة لحد ما تكون هي غضروف وناخد الغضروف ده هو نحطه في المكان اللي هو فيه القرحة فدي الحالة بتاع الأستاذ عماد ودي طرق العلاج بتاعها اللي هي عملية قرحة الرجبة زي ما قلنا أن هي لو حاجة زغيرة ده بس عملية تنظيف وكحت ده بيبقى هو ده العلاج لو كبيرة شوية ممكن نستعمل عملية اللي هي الايه نحن ناخد غضريف من الأماكن اللي هي أقل تحميل ونحطها في مكان القرحة الحاجة التالتة اللي هي عملية زراعة الخلايا الغضروفية نهاية تتاخد من الرجبة وتتزرع على وسط معين وبعد كده تتاخد وتتحط في مكان القرحة ده طبعا اللي بيتحدد عن طريق طبعا من الأشعاعات العادية وأشعاعات الرنين المغناطيسي بتقدر تحدد لنا حجم القرحة ده هي قد ايه وانهي طريقة من دون مناسب كذلك عملية المنظر برضو ممكن تبدينا صورة أوضح لشكل القرحة ده هوت وحجمه ايه وازاي نقدر نتعامل معا بعد كده كان معنا سؤال من الحجة حمدية من إينا وكانت بتقول ان زوجها بيشتكي من ألم في الرجبة وارتشاح وانه عمره 55 سنة وبتقول برضو انه هو الأشعاعات بتقول ان فيه قرحة في الرجبة اعتقد ان بالنسبة لي الحالة اللي معانا ده هي ممكن يكون سبب القرحة هنا أكتر يكون عملية يا إما التهابات يا إما خشونة في الرجبة لأن السن 55 سنة وفيه سكر والاثنين دول ممكن يمهدوا أكتر لعملية فممكن هنا يكون السبب هو الخشونة ويكون الخشونة ده هي تأدت في النهاية إلى تأكل بعض الغضريف وقدت إلى قرح في الرجبة فهنا ممكن نبدأ الأول بعلاجات عادية للخشونة وبعض العلاجات اللي هي بتنمي الغضريف وممكن نلجأ للحقن المفصلي اللي هي حقن زيت زيت الطبيعي اللي موجود في الرجبة ده بتعطى في الرجبة ده بيحسن عملية الليونة أو عملية الحركة بتاع الرجبة وممكن يقل الألم بتاع الخشونة دهوت لفترات طويلة والحقن المفصلي دهوت فيه منه أنواع كتيرة جدا ونوع الحقن بيتم اختياره حسب درجة الخشونة اللي موجودة فالخشونة البسيطة لها أنواع من الحقن والخشونة اللي هي المتقدمة بيبقى لها أنواع تانية أكثر تركيزاً وأكثر لزوجة بحيث أنها تؤدي غرض أحسن في العلاج الخشونة بعد كده كان معانا الأستاذ محمد من الأليوبية والأستاذ محمد كان بقول أنه عنده مشكلة في مفصل المفصلي الفخد من عند الحوض والمشكلة دهيت هي مشكلة نقص في الدورة الدموية اللي راحة للايه؟ اللي راحة لرأس عظمة الفخد ونقص الدورة الدموية دهيت له أسباب كتيرة جداً يعني فيه بعض الحالات بيكون بيحصل بدون أسباب يعني وده السبب الأكتر اللي هو 80% من الحالات نقص الدورة الدموية لمفصل الحوض أو مفصل الفخد بيبقى بدون أسباب وفيه 20% بيبقى فيه أسباب معروفة أكتر الأسباب المعروفة اللي هي بتسبب نقص الدورة الدموية لمفصل الحوض هي علاج الكورتزون إن مريض بيأخذ كورتزون لسبب من الأسباب سواء كان مثلاً أمراض رموتزمية أو أمراض مناعة أو حساسية على الصدر أو طي ناخد اتصال معنا مدام ناهد تفضلي ألو تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك أنا كنت بأس يريد توطي التلفزيون عشان مبقاش فيه طب ثانية واحد فضلك ألو اتفضلي من فضلك أنا كنت باشك من خلع في إيدي خلع في إيدي اليمين خلع فين بقى؟ في مفصل في المفصل يمين بتاع إيدي من فوق الكتف مفصل الكتف يعني آه تمام أيوة وبعد كده عملت كده عملية ردت كده فيه آه بعد سنتين تقريبا رجع الخلع تاني بعد سنتين تقريبا رجع الخلع تاني تمام آه وبعد كده حصل زي آه قطع في الوطر جزء من الوطر آه تمام طيب نصحوني بعلاج طبيعي آه تمام آه وبعد كده قال لي لأ لازم اعملك عملية دخل جراحة آه انت حذك عندي كم سنة؟ آه انت حذك عندي كم سنة؟ أنا عندي واحد وخمسين سنة فيه ضغطة أو سكر ولا حاجة؟ آه؟ فيه ضغطة أو سكر؟ لأ الخلع حصل كم مرة؟ الإيه؟ الخلع حصل كم مرة؟ مرة واحدة حصل أول مرة من سنتين؟ أيوة وبعد كده فضل سنتين مستقر؟ آه وبعد كده حصل خلع تاني؟ آه بزلت مجهود وكلام من ده فتقطع جزء من الوطر آه هل هو تخلع خالص من مكانه؟ ولا بس مجرد سقوط بسيط في المفصل؟ لأ دلوقتي أنا حسا إذا بتوجعني جدا وعضلة فيه تيبس في عضلك إيدي وما بقدش هتحرك بها نهائي لأ هل عملت رانين مغناطيسي؟ عملت رانين مغناطيسي آه أثبت إن المفصل مخلوع ولا آلم فيه؟ آه في تيبس في العضلة أيوة وآه أطعف جزء من الوطر آه تمزق في الأوطار آه آه أطعف جزء من الوطر أطعف جزء من الوطر بتقدري ترفعي إيدك فوق؟ لأ لا تقدريش لأ هل فيه ألم بالليل آه آه طبعا ما بنامش منه خالص ما بنامش منه الألم ما بقى لها قد إيه معاك؟ دلوقتي هو تقريبا كده داخل في شهرين ثلاثة داخل في شهرين خدت خدت علاجات؟ آه هم قالولي مفيش علاج خدت مفيش علاج؟ آه أخدت اللي هو البروفين الفوار ده بس ما بيعملش مع النتيجة طبعا هل خدت حوقنا في المفصل ولا حاجة؟ لا لا ما خدتش حاجة خارجة ما خدتش خارجة يعني قالولك عملية على طبعا قالي عملية آه طيب خلاص اسمعينا من التلفزيون نجاوبك إن شاء الله طيب ناخد اتصال كمان ناخد اتصال كمان تفضل أستاذ رفعت اتفضل أستاذ رفعت مش عارف معانا للتصال طيب خلاص يا أستاذ رفعت يعود اللي اتصل نستقبله إن شاء الله فبنقول بالنسبة لي أستاذ محمد من الأليوبية أن الأسباب اللي هي ضعف الدورة الدموية لمفصل الحوض بيكون معظمه أسباب غير معروفة والأسباب المعروفة اللي هي موضوع علاج الكورتزون اللي هو بيكون المريض مضطر ياخده لأمراض مختلفة أو بعض الحاجات التانية اللي هي ممكن يكون لها علاقة بالنسبة الدهون في الدم أو كده المهم من أن ضعف الدورة الدموية دهوات بيؤدي إلى تآكل العظام يعني هو الدورة الدموية بتقل فالدم اللي وصل للعضم المفصل بتبقى ضعيف جدا فأجزاء العضم ده هي بيحصل لها بتموت وتبدأ تتآكل ويحصل تآكل كمان في الغضريف المغطية لهذه العظام ويبدأ المفصل يحصل فيه خشونة مبكرة بصورة يعني أسرع واتيرة من حالات الخشونة يعني حالات الخشونة بيتم تآكل غضريف فيها على مدار سنوات طويلة جدا إنما في عملية نقص الدورة الدموية دهوات أو ضعف الدورة الدموية بيكون التآكل ده وبيحصل على بواتيرة سريعة ويمكن المفصل يتآكل في خلال فترة في خلال شهور بسيطة أو سنوات بسيطة ممكن يتآكل المفصل التدخلات لهذا المرض بيعتمد على التشخيص المبكر يعني لو تم تشخيص الحالة في الأول وهي لسه العظم ما حصلوش حالة موت أو تآكل شديد فممكن يتعامل عمليات بسيطة اللي هي عمليات الدريلينج أو نحن نعمل بعض المجار طيب ناخد اتصال أستاذ عماد اتفضل سوى عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل اه يا جبتو أنا أولي عماد بالمين اللي كانت جوبت على سهل اذو وقت اه اتفضل اه بس أنا كنت عملت حجامة على رقبتي بس ما قلت لكش أنا بس بعد الحجامة افتاحت يعني حسيت رقبتي افتاحت اه احسن من الأول تمام هي كان عندها كانت بتشتكي من ايها يا أستاذ عماد اه بتشتكي من ايه كرحة كرحة في الرقبة اه عماد اللي جوبت على سهل بتاعه اه عماد اللي احنا اكلمنا ما انا اعتقد ان انا يعني شرحت بالتفصيل يا عماد حالات الكرحة يعني اه فيها زي ما قلت لك كده ان هي بتتوقف على السبب وعلى حجم الكرحة لو الكرحة بسيطة بنعمل لها عملية اللي هي الكحت لو كبيرة ممكن نتعمل اللي هي عملية تنقل بعض الغضريف من داخل الرقبة للمكان اللي في الكرحة لو كبيرة اوي بتعمل ليها عملية تزارع الخلايا دي فدي هي دي الطرق العلاج بتاعت الايه بتاع الرقبة انما انت بتقول لو انت عملت حاجة معينة وارتحت عليها خلاص يبقى هي كانت حاجة بسيطة وتحسنت مع العلاجات اللي انت اخدتها اه لما فيش شكوى اه هعمل علاجات اه يعني لما فيش شكوى حاليا خلاص نستمر على العلاج الطبيع وبعد التمارين اللي هي بتقول عضلة ربعية يعني مهم اول انك تعمل تمارين العضلة ربعية اكيد بعض الدكات اللي قلولك عليه انك بتخلي الرقبة مشدودة وتشد الصابونة لمدة دقيقتين وتريح دي بيأول عضلة ربعية وبيدي سبات للرقبة شوي لو الالام عودتك تاني او حصل انها بتخونك او بيحصل فارتشاحات متكررة يبقى هنا لازم بقى تعيد التقييم بوسطة الرعوني المغناطيسة او ممكن حتى تعمل عملية منزارة عشان تحدد حجم الركبة ده تمام فكنا بنتكلم في موضوع نقص الدورة الدموية لمفصل الحوض اللي هو خاص بالأسيس محمد وزي ما قلنا كده انه هو العلاج بتاعه بيتوقف على الضرق التشخيص المبكر لانه هو عملية نقص الدورة الدموية ديتا ما بيحصل بتبدأ يحصل تآكل في المفصل التآكل ده طيب مادام فايزة من الجزائر تفضلي مساء الخير مساء الخير تفضلي علو أيوة دكتور أنا تسمعني سمعك تفضلي أنا بشتكلي من ألام في الكتفين ألام في الكتفين وعندي أوجاع أه وعندي أوجاع ونفو لاندار فين ألام تانية فين بولور لاندار في ألام في الكتفين وبعد كده في الكتفين أيوة وكذلك آآ ما ندار لغا أنا ما قدتش من لغا بولور يعني دولور ما ندار بالعب يا كفاش أسمح لي طيب إحنا فهمنا الجزء الأول أيوة معاك تفضلي يعني أنا عايز بس فصريه لإحنا قلنا ألام في الكتفين بعد كده فيه أي تاني فوق الظهر فوق الظهر فوق الظهر تمام ألام فوق أسفل الظهر أو فوق الظهر الظهر من أعلى يعني في الوقت أعلى الظهر وعلى طيب هل عملت أنت عندي كم سنة عندي تنميل عندي تنميل بالزاف عندي تنميل في الكتفين تنميل في الكتفين تمام نعم هل عملت أشعاعات على منطقة الرابة أو العنق أشعات سليمة سليمة نعم عندي كم سنة عندي 42 سنة 42 سنة الألم دي بقى لها دي إيه نعم ألو أيوة بقل بقى لها دي الألم الأوجاع دي بقى لها دي معاكي نعم حوالي سنة سنة أخدت علاجات أخدت بيزانسيا في المدورة ومبادات الالتهاب وطولي فيتالين بي دوز تمام فيه تحسن مع العلاجات دهين مفيش تحسن طيب خلاص اسمعينا إشعات سليمة تمام خلاص مفيش أي أمراض رومتزمية رومتويد أو حاجة لا ما عندش هو مكسيز نعم عندي الغدة الدرقية الغدة الدرقية عالية ولا وطية عالية نعم الإفرازات عالية 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 عندي عالية نعم طيب ماشي خلاص يا أخت فايزة اسمعينا من التلفزيون نجاوبك إن شاء الله وأهلا بجزء تمام فنرجع لي إجابة السؤال اللي هو اللي معنا بتاع الدورة الدموية الخاصة بالحوض فبنقول إن هو بيتم في مراحل عملية تأكد ده بتحصل في عدة مراحل مرحلة أولى تانية تالتة ربعة كل واحدة منهم أشد من من اللي قابليها وبيكون التدخل كل ما بيكون بدري كل ما بيكون فرصة إن إحنا نحافظ على المفصل ده هوة كبيرة ففي المرحلة الأولى ممكن نعمل عملية اللي هي الدريلينج دي دي بتحسن الدورة الدموية ممكن يقف التآكل وتستقر الحالة عند كده لو حصل تآكل ممكن بيبقى عملية الدريلينج دي نتائجها مش مرضية قوي فممكن نلجأ لبعض عمليات اللي هي إن احنا نعمل قطع في العظم ونحرك المفصل بطريقة معينة أستاذ خالد أنا أتصال أستاذ خالد من أسوان أتفضل سيد خالد أتفضل السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تم انقاطع الاتصال من أسوان ماشي فبنقول إن هنا بيهمنا قوي المرحلة اللي احنا بنتدخل فيها كل ما يكون التدخل بدري كل ما بيكون فرصة التحسن أكتر وإن احنا نحفظ على المفصل بيبقى نتائجه أحسن لو حصل بقى تآكل في الغضريف وخشونة مبكرة والخشونة دي بتؤدي إلى ألام شديدة تعوق المريض من ممارسة حياته اليومية هنا بنالجأ بقى لعملية مفصل صناعي يعني احنا نشيل بقى كل العظام اللي هي نشيل المفصل ونستبدله بمفصل صناعي ده بيقلل الألم بيحسن الحركة ولكن بيبقى له احتياطات معينة يعني المفصل الصناعي بيتحملش اللي هي الضغوط بتاعة الحياة الشديدة يعني له احتياطات معينة طبعا بيعرفها المريض اللي هو بيعمل هذه العمليات زائد انه له عمر افتراضي يعني المفصل بيبقى متوقع انه ممكن يعيش على 15 سنة أو 20 سنة ويحتاج ان احنا نغيره تاني فعشان كده بنحاول ان احنا ما نعملش المفصل الصناعية في السن الصغير عشان ما نلجأش لعملات التغيير المتكررة ده هي كلما بنأجل المفصل للخمسينات أو أوائل الخمسينات أو الستينات بيكون احسن عشان يتعامل المفصل وما يحتاجش المريض يغيره اكتر من مرة فدي حالات اللي هي ضعف الضورة الدموية ومشاكلها وكيفية العلاج معها بعد كده كان معنا كان فيه برضو بعض الرسائل كاتجت لنا من الحلقة السابقة نجاوب عليها بس قبل ما ندخل فيه اتصالات اليوم كان فيه رسالة بيقول أنا عندي عشرين سنة عملت حاجس من ثلاث شهور واصبت بكسر مضاعف الفخد ووضعوا ليه مصمار حصل أسر بحوالي اتنين سنط فهل سيسبب ليه مشكلة في المستقبل يعني واضح ان صاحب الرسالة بقول انه كان عنده عشرين سنة وحصل له كسر فيه عظمة الفخد وتعالج بوسطة مصمار المنقاعي وجايز العظم التأم وحصل أسر اتنين سنط هل الأسر اتنين سنط يعتبر مشكلة كبيرة لو هو الأسر اتنين سنط بس مفيش مشكلة لان اتنين سنط ما يأثروش كتير قوي على ماشية الانسان مش هيعملوا ذكة كبيرة ممكن تعوضهم بعملية زي فرش كده في الحزاء اللي الانسان بيلبسه الفرش ده ممكن يبقى سمكه سنط ونص او اتنين سنط ويعوضوا القصر اللي موجود والانسان والمريض ما يحتاجش عملية جراحية امتى بنعمل عمليات جراحية للقصر لو زاد عن ثلاثة سنط او اربعة سنط في الحالة دي ممكن نعمل تدخلات جراحية عشان نعمل عمليات تطويل عشان نساوي الساقين ببعض انما لو القصر في حدود اتنين سنط ممكن ما نعملش حاجة خالص او ممكن بس نلجأ ان احنا نعلي نعلي الناعلي بتاع الحزاء عشان يعوض القصر دهوت لان لا يستحب نعمل عملية تطويل عملية كبيرة ومعقدة عشان بس نعوض اتنين سنط فلو هي مشكلة اتنين سنط ما فيش مش هتبقى مشكلة كبيرة ان شاء الله وممكن تعوضها بفرش في الحزام بعد كده بتقول الرسالة تانية بيقول اعاني من قلم في رجلي من الرجبة الى اسفل مع تنميل وقلم شديد لدرجة انني لا استطيع النوم ما هذا وما وصف حضرتك له طبعا القلم في في الرجل من اسفل الرجبة وتنميل ده طالما فيه تنميل ويبقى يهمنا ان احنا نستبعد ان يكون فيه مشكلة فيه اسفل الفقرات القطنية لان فيه تنميل يبقى فيه معناه ان فيه مشكلة في الاعصاب يعني فيه حاجة ضغطة على العصب اللي هو بيغز المنطقة دهية فبيعمل لنا تنميل اسفل الرجبة الضغط ده في الغالب ممكن يكون في منطقة الفقرات القطنية او فيه منطقة المنطقة المحيطة بالعمود الفقري اللي هي خروج جزور الاعصاب من الحبل الشوكي أو في منطقة الحوض دول أماكن ممكن يحصل فيهم ضغط على الأعصاب لو في منطقة العمود الفقري بيبقى في الغالب الضغط ممكن يكون ناتج عن غضروف متحرك من المكان وضغط على جزر العصب لو في منطقة الحوض ممكن يكون فيه التهابات أو بعض التلايفات اللي ممكن تضغط لنا على أو ممكن بعض العضلات اللي بيمر من تحتها العصب ممكن تكون شدة شوية ممكن برضه تضغط على العصب فدي يهمنا أنه نستبعد الأمور دهية كسبب لعملية التنميل أو عملية الألم الشديد فدي بنستبعدها عن طريق الأشاعات العادية أنه نعمل أشاعات على المنطقة القطنية ومنطقة الحوض نتأكد أن العظام سليمة ممكن نعمل أشاعات رعين مغناطيسي ولو الأمور مستقرة ممكن نشوف منطقة الساق نفسها هل فيها التهابات هل فيه تمزق في العضلات أو فيه تمزق في العضلات أو فيه بعض الكيس دهني أو كيس زلالي ممكن يكون ضغط على العصب ولا حاجة ممكن يكون سبب التنميل في مثل هذه الحالات طبعا بناخد بعض العلاجات البسيطة في الأول لأنه ممكن يكون التنميل ممكن يكون ناتج عن نقص فيتامين بيه المركب أو حاجات من هذا القبيل فناخد بعض العلاجات اللي هي منشطة للأعصاب في بعض العلاجات اللي هي بتساعد في نمو الأعصاب أو إعادة تكوينها وبعض الفيتامينات اللي هي مهمة جدا لعمل الأعصاب زي فيتامين بيه المركب ناخد العلاجات دي ونشوف النتيجة بتاعتها لو ما فيش نتيجة نبدأ نعمل الفحوصات اللي احنا قلنا عليها عشان نشوف سبب هذا التنميل ويتم التعامل معاه عن بعد معرفة السبب معانا في اتصال أستاذ محسن أستاذ محسن من المينيا تمام فضل أستاذ محسن اتصال قائم ولا الخط فصل حصل انقطاع تمام تمام خلص الخط فصل ماشي الخلاص دي كانت بعض الرسائل اللي هي كانت جات لنا في الحلقة السابقة بعد كده في بعض الاتصالات اللي احنا استقبلناها منذ قليل الأخت ناهد بتقول ان هي عندها 51 سنة وفي عندها خلع حصل عندها خلع في مفصل الكتف من سنتين وطم مرض المفصل في مكانه وفضل الأمور مستقرة لمدة سنتين وبعد كده بدأت تشتيك من ألام في الكتف ويهي أظهرت الأشعات ان فيه تمزق في الأوطار ويهي طبعا سنها 51 سنة واضح ان المشكلة الخلع مهيش مش هي المشكلة الأساسية حاليا لان هو المفصل الخلع ترد مكانه من سنتين وفضل الأمور مستقرة وفي عندها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر